وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن اعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وأوضح متحدث الرئاسة أن وزير العدل استعرض في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الوزارة للحد من حالة الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما اطلع الرئيس السيسي على آخر مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر ماروان وزير العدل صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر ماروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتدولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتدولة في الأول من يناير 2021 مواجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضاف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يسق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء للصناعية فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة